التعليم الاساسي بينابل بينابل واضح مرحبا نحكيه على مدرسة اليوم ابتدائية أسراب من الناحل شو جيب نحل اليوم للمدرسة معنا بولا المدرسة فيها نحل ولا شنو بالضبط لا لا هو في حدود العاشرة صباحا كانوا تلانفة في الراحة يعني أثناء الراحة فما حسب مخذينا من المعلومة من السيد المدير والزملاء غديكا طرمون كانت فما خليم تلانحل في شجرة من الأشياء غديكا في وسط المدرسة في وسط المدرسة وأثناء تلانفة يتحركوا ويتفاعلوا مع بعضهم طاحت حسب مفمتة الخليم طاحت النحل وهجم نحل كل على الزملاء والزميلات والتلانفة والإطار التارب بما أنه كانت فما راحة فما كانت حتى أولياء باب المدرسة يعني هواك تعرفوا ولا تحوضها في وسط في مدرسة وللأمانة الدخل والزملاء والزميلات قد ظاهر غريب علينا نحل هجم على تلانفة في وسط المدرسة ولو دخلوا الزملاء يعني باش يحميوا تلانفة أكثر بخاطرهم أصغار ونستحملوش الأداغات هذه وبعدها باشوا يعني دخلوا من الأقسام ومتاحهم وحاولوا بأنهم بالليناف وبالطابليات باش يقاوموا نحل شوي بعدها بمحكية عشر دقائق السيد المدير في خلب تصل بالمندوية جهوية التربية والتصل بالبلدية نتعني بالمندوية إدارة الفلاحة اللي تدخلوا الأمانة بسرعة وجابوا يعني ماتينة بتاعهم باش يخرجوا ونحل ذاي يعني في حدود تقريبا ساعة ساعة واربوع كانت لهموا رجعة طبيعية مع أنه فهم شوي هكذا لها ونحل كلام دولة الزملاء أي لباس؟ لباس معلتها كاملوا كاملوا قراءوا يعني كاملوا حتى نص نهار مع معا ما عدا شوي أذر وكالفوضى ليسارت من العاشرة حتى تقريبا تقريبا نص نص نهار في ربع أما للحد العشرين يعني بعد رجعت الأمور عادية يعني نص نهار كامل خارجت تروحة الأرواحة مع شوي هكالإصابات بيشوكال يختيرها برشا أما نحل يعني أذي خارج على الإطار الترب أذي خارج على الإطار أذي خارج على الإطار موجودة في المدرسة في المدرسة دايب عندها هات علاقة بالمواثيق ممكن هي خاطرية موجودة وما تفطنش ليها الحارس يعني يخدم واحده هو وبدون أنت عطلة يعني وما كان حتى حد يتوقع أن الخليجي في أني كتقعد في الشجرة في وسط الوضع معنا نقول وحنا نحل استغل العطلة والقاعة الأمن والأمان معنا أنتها في الفريد انتع العطلة أما للأمانة نحب نشكر بالحق لإطار الترب خاطر الدخل وذيك بالحق واجبهم وحتى صلاط سمعت المدير زادا حتى المدير معنا جيت وإصابات ايه إصابات ومسكين أكثر واحد لدغو الحن لا بيس في وجهه وسمعت في وجهه معنا تضرب حتى في وجهه هاي أكثر الزملاء في وجوه خاطرهم قاعد يحميه في الفتلان بايقية إن حال جام في وجوه يعني موش وبركة حتى الزملاء في حتى الحارس ضربت في وجوه يا لعطيف ربي قيمهم سالمين لا بيس لا بيس وتحياتي لهم الكل معناتها بطوة فضل أي فضلك يعطيك ألف صحة شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمت هنا يعطيكم الصحة وتمزد أعطيكم صحة على التوضيح وعلى المواكبة تحياتي لك ولكل متبعين في سؤالية نابل شكرا لكل الناس اللي قادة تتواصل معنا ويعطيوا رأيهم فحتى علميا معتها يعطيوا قالك علميا أن الحل الذكر لا يلسع أبدا لناس فقط هي التي تلسع معتها أكيد دوما نحلات شكرا يا مهدي دوما أصدقائنا في في التشات على شرنين يوتيوب بتاعنا على ديوانا في شكرا لكم قاعدين تعطيوا رأيكم في كل المواضيع تحياتي لكم محليكم منورين التشات بتاعنا مرحبا بكم شكرا لكم على كل الحقيقة التقييمات وقاعدين تعطيوا في مواضيع وتعطيوا في تقييم بيهي برش يعطيكم ألف صح يلا وصلوا معاكم لقناة مازلنا موصلين في شهن التربة ونحكيوا على الأساتذة النواب بالمرة هدية تنسيقية الأساتذة النواب تطالب وزارة التربية بتنزيل الأحكام الترتبية علش اليوم الوزارة التربية علش اليوم تنسيقية الأساتذة النواب طالبت وزارة التربية بتنزيل الأحكام الترتبية علش وكيفاش شكرا لكم أهلا وسهلا ناخذوا معنا في المباشرة في فاس فاس في فاس فاس المنسق الوطني لساتذة النواب سيد ملك العياني مرحبا مرحبا بك